لكن قبل ما نخش في حلقة النهاردة عايزين نقولكوا أنه دلوقتي بعثة الأهل موجودة في مطار القاهرة للسفر الآن يمكن الساعة التاسعة موعد إقلاع الطائرة الخاصة وعلى متنها بعثة النادي الأهلي إلى بريتوريا للقاء سانداونز يوم السابت إن شاء الله يا بش مهندس إياب دور الثامنية لدور أبطال أفريقيا سانداونز والمباراة صعبة صعبة وأنا كنت بتحدث مع الكابتن محمود الخطيب كان في طريقه إلى المطار قبل الحلقة على طول والراجل من إدراكه كالعادة بأهمية هذا اللقاء هو قرر دائما في الحاجات الحرجة والمهمة جدا أن كل شيء يبقى تحت عينه وموجود فيه فهو يعني مع البعثة في هذه الطائرة نتمنى لهم كل الطفيق ويرجعوا بإذن الله بالنصر المهم جدا اللي حي خلينا نخوض المراحل اللي جاية وإحنا أكثر اتمئنانا وثقة طيب هقول لكم الأول يعني البعثة برقاسة كابتن محمود الخطيب ومسافر أيضا لأستاذ طريق أنديل عضو مجلس الإدارة مرافق للبعثة والكابتن الخطيب ده اطلاعه بدوره في اللحظات المهمة لدرجة أن حتى اللعيبة لو تذكر وإحنا في قطر في بطولة العالم للأنديل اللعيبة قالت بمجرد ما بنشوف الكابتن الخطيب على رأس البعثة بندرك أهمية الموضوع خلاص هو لو ما تكلمش ولو ما عملش جلسة ولو ما تكلمش لا مع الجهاز ولا مع اللعيبة بمجرد ظهور رئيس النادي في هذا الموقف أو هذا التوقيت رسالة واضحة وصريحة ومباشرة للعيبة بأنه لا المسألة عايزة تركيز خاص جدا وحلينا نتذكر أنه إلى نفس الدولة إلى جنوب أفريقيا العام الماضي الفريق في موقف صعب وكان سانداونز لسابق موقفه مع النادي الآلي اهتم الكابتن محمود الخطيب يسافر ولو تذكر دي لخطات حالية من مطار القاهرة دي من مطار القاهرة الآن ترجمة نانسي قنقر